دكتور إلى أي مدى الخلاف ما بين نتنياهو ووزير دفاعه من الممكن أن يؤثر على المعركة وده واضح يمكن معريف الإسرائيلية تكلمت عنه صحيفة معريف لكن الخلاف واضح من خلال الآخر مؤتمر صحفي لما رفضوا هما الاثنين يخرجوا في مؤتمر صحفي وكل واحد عقد مؤتمر صحفي بمفرده يعني هو هناك خلاف من البداية وأنه نتنياهو لا يمتلك سوى التصريح السياسي من يدير إسرائيل الآن هو الجيش الإسرائيلي وهو وزير دفاعه فبالتالي الخلاف واضح إسرائيل لأنها دولة هشة وهي ليس دولة بمعنى الكلمة أو دولة عميقة هي أعطت الإعاز لنتنياهو بتشكيل حكومة الطوارئ لكن نتنياهو لا يمتلك سوى التوقيع سوى التصريح الآن معظم الأوراق انتقلت إلى الجيش الإسرائيلي هو من يسيطر هو من ينفذ هو ما يريد أن يعمل في الوقت الحالي ونتنياهو أخفق في موضوع حماية إسرائيل فبالتالي الجيش لم يعطيه الثقة لكن هم لا يريدون كسر أبنائهم بشكل كامل يعني هم لا يريدون كسر نتنياهو وإنهاءه وفعد انتهاء الحرب وطبع الحرب على وزارها سنحاكم نتنياهو سنعمل انتخابات سنبدأ لكن الآن هم متفقين لكن الخلاف موجود حتى مع الأحزاب الأخرى داخل إسرائيل بن جينتس أيضا على خلاف مع نتنياهو مع الجيش الإسرائيلي في طريقة التعامل والتبادل مع حركة المقاومة وأنه لا يوجد تواصل مع القيادة السياسية في الضفة الغربية فبالتالي هناك اختلافات واضحة في الجانب الإسرائيلي وهذا جانب يعني يؤدي إلى الضغط على إنهاء أن يكون هناك عقلاء في العالم لإنهاء وقف اطلاق النار وأشروع في تسوية سياسية لكن هذا يتحدد على الناخب الإسرائيلي الناخب الإسرائيلي إذا أفرز قيادات متشددة لا يوجد تسوية حقيقية في المستقبل يعتمد على أكثر من عامل إسرائيل هي في الحقيقة دولة مدعومة من أمريكا ومدعومة من الدول الأوروبية وهي تخضع أيضا للمزاجية العالمية فبالتالي هناك أشخاص محسوبين على بعض الدول وإن لم يكن يعني تخيل أنه داخل إسرائيل اليهودي الروسي مميز عن اليهودي الألماني واليهودي البريطاني إما هم إسرائيل مزدوجية جنسية هم يعني يختلفون ويتكلمون مع بعضهم من بعض يعني أنا يهودي وأنا يهودي عراقي أنا يهودي مصري يعني فيه يهود مصريين كانوا عاشيين في مصر ما قبل الـ 48 وبيقول لك أنا يهودي مصري دول الناس اللي كانوا في المنطقة العربية من العراق وفي المغرب وفي مصر دول اليهود اللي هم بجد ما بيعملوش مشاكل هم بيطلعوا هم دائما متوازنين لكن اليهود اللي جاءوا من كيان قائم على العنصرية حتى آه من أوروبا هم أكثر تشددون وخاصة اليهود الألمان يعني هم الأكثر تطرفا هم الأكثر وحشية هم الأكثر لكن اليهود الذين كانوا عايشين مع العرب وكانوا عايشين في فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل فكانوا يتعاملوا وهم يعني في دياناتهم وفي التوراة بتاعتهم بيقولوا أنه يعني إحنا لا يوجد دولة لإسرائيل هي أرض أرض الله هي أرض لكل البشر وأحنا خلقنا لنعبد الله أطف烤